عايزة سعدك بخبر فوز الدكتور حسن مصطفى للمرة الستة برئاسة الاتحاد الدولي كرة اليد بالتسكية اغلق باب الترشيح منذ لحظات ولم يترشح ضده احد هذا رجل ظاهرة انتخاباتك من 5 لـ 18 هذا رجل ظاهرة في التاريخ مفيش حاجة كده في التاريخ طب اقول لي مين كسب 9 دورات وراء بعد كده 6 6 دورات 6 ف4 24 سنة هي 4 ولا 3 لا مش في 3 3 ازاي الدورة هو ابتدايا من 2000 فعلا يعني 22 سنة وهيكمل الدورة ديت يبقى لـ 24 فعلا فانت وبعدين ده نتيجة ايه الناس حتى بق خلاص وثقت فيه لا ومحااش عايز يدخل نفسه ليه لان شايفين مش حيضاء اللي بيعملوا وعايزين ايه تاني الراجل ده يعني خلى كرة اليد فعلا لها شعبية طاغية في على مستوى العالم كرة اليد العربية شفتها طورت ازاي انت بتشوف البحرين دلوقتي في الدورة اليد العربية في الدورة اليد العربية عامل ايه القاطر عامل ازاي سعودية مطشطة عامل ازاي انت غير الشمال افريقيا طبعا عامل ازاي يعني فريق المصري دلوقتي بقى عامل ازاي هو بالتأكيد ان الراجل ده اشتغل وابتهد ويستحق الناس نحط ثقاتها فيه كل التهنية للدكتور حسن مصطفى والرياضة المصرية الحقيقة ان الرياضة المصرية تطلع عنصر بهذه القيمة الدولية الكبيرة جدا اللي يخشاه كل الاوروبيون انهم مجرد حتى يترشحوا ضده فللمرة الستة يحتفظ بمقعده رئيس الانتحاد الدولي وينجح النهاردة بالتسكية دي مسألة بتعكد ثقة كبيرة جدا من المجتمع الدولي لكرة اليد في قيمة وكفاءة الدكتور حسن مصطفى شوفنا منتخب مصر الحياة في كرة اليد في الاولمبياد رغم انه كان قريب جدا من انه هو يدخل وينفس على ميداليا لكن هارد لك النماء اثبت حضور قوي جدا قدم تجربة هيلة جدا زي كل اللي اسعدونا من نجوم البيعسة المصرية النهاردة رجعت فريال اشرف ورجع احمد الجندي ذهب وفضل والحياة كان استقبال لاغ جدا واصبحت فكرة تكريم الابطال في المطار بيتووس مكشوف وناس حتى من الجماهير العامة جاية بالورود وبالطبل لماذا تقصير على كرد القادة ما بقيتش الكيكة فقط في الكرة ما بقاش الدلع كله والاستقبال والحفاوة بالكرة لا ده مجتمع فعلا بيقدر النماذج النكحة وبيقدر الناس اللي بتدي وبيقدر اصحاب المطلات يعني القول بالالعاب الشهيدة الالعاب اللي كانت حتى نفسها شهيدة بالضبط هي اللي موتها نفسها الديني امارة وشوف الشعب يعمل معك ايه بالضبط شوف الاعلام يعمل معك ايه طيب ترجمة نانسي قنقر